موسيقى أهلا بكم هل اقترب ملف الأزمة السورية للوصول إلى خط النهاية؟ وما هو شكل التسوية السياسية التي يمكن أن يكون عليها هذا الملف بعد أن كشفت مفاوضات أستانة الأخيرة في العاصمة الكزاخستانية عن جانب من ملامح هذه التسوية وما الذي ينتظر الجولة القادمة من مؤتمر جينيف بعد أيام في ضوء النتائج المهمة التي انتهت إليها مفاوضات الأستانة برعاية ثلاثية من روسيا وتركيا وإيران وتقترب بالملف من خط النهاية كان أبرزها التأكيد على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة السورية والتشديد أيضا على ضرورة الالتزام بسيادة واستقلالية ووحدة الأراضي السورية أسئلة كثيرة ومهمة نطرحها في حلقة اليوم من ملف الأسبوع مع ضيفينا عبر الأقمار الإصطناعية من القاهرة الدكتور عبدالله الأشعل الدبلوماسي السابق وأستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية أهلا بك دكتور ومن بيروت الكاتب والمحلل السياسي جورج علم أهلا بك أستاذ جورج وقبل أن نبدأ النقاش نتوقف مع هذا التقرير فتفضلوا بالبقاء معنا خلف هذه الأبواب المغلقة في العاصمة الكزاخية جلست وفود الحكومة السورية ومعارضيها من الفصائل المسلحة بعد أن أرخى الجانبان قبضتيهما مؤقتا عن الزناد ريثما ينظرون في كيفية عبور الأمتار الأخيرة في الملف السوري المتشابك والمعقد وما أصعبها من أمتار كلفت سوريا دماءا ودمارا ومرارا أما على طاولة المفاوضات فقد بدى نفوذ روسيا راعية المفاوضات جليا وهي تحاول أن تثبت قواعد التسوية السياسية قبل أن يدخل الفرقاء في دهاليز المكاسب والخسائر فكان البيان الختامي للمفاوضات التي تمت برعاية ثلاثية من روسيا وتركيا وإيران بمثابة السيناريو الذي يمكن أن يعتمده مؤتمر جنيف في جولته القادمة خاصة بعد تمرير مشاركة الفصائل العسكرية ربما في أقوى إشارة إلى إمكانية إسدال الستار بتوقيع الفرقاء فقد أكد البيان الختامي على أهم نقطتين بشأن هذه التسوية هما بمثابة حجر الزاوية في هذه التسوية النقطة الأولى إعادة تأكيد الالتزام بسيادة واستقلالية ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية باعتبارها دولة ديمقراطية متعددة الإثنيات متعددة الأديان غير طائفية كما أكد مجلس الأمن الدولي النقطة الثانية إبداء المشاركين قناعتهم بأنه ما من حل عسكري للصراع السوري وبأن الصراع يمكن حله فقط من خلال عملية سياسية قائمة على أساس تطبيق قرار مجلس الأمن 2254 بشكل كامل وهي المظلة الدولية التي يعمل من خلالها مؤتمر جينيف فهل باتت الأجواء متاحة الآن لبدء مفاوضات حقيقية تنهي سنوات عجاف وضعت سوريا والمنطقة في قلب صراع اختلطت فيه المصالح الإقليمية والدولية على حساب السوريين أنفسهم الذين ينتظرون إما عبور هذه الأمتار الأخيرة بسلام أو ربما يدفعون دفعا أيضا نحو خيارات أخرى شديدة الصعوبة أهلا بكم مجددا البداية معك دكتور عبدالله الأشعل من القاهرة وكسؤال ملح ويطرح نفسه ومهم في هذا الملف هل نحن أمام صناعة سلام نهائي عبر عملية سياسية بدأت بمفاوضات أستانة؟ هذا توقف على الأطراف الأساسية في الأزمة والأطراف الأساسية هي ليست تلك التي تتحارب وإنما تلك التي تمول وتسلح الأطراف المتحاربة طبعا باستثناء روسيا والإيران فإن هناك الجماعات المسلحة والجماعات المسلحة تنقسم إلى قسمين القسم الأول لاعتبارات سياسية هي جماعات غير متطرفة وهي التي تشترك في المحادثات وهي التي طلبت فعلا توصيط كزخستان منذ مايو الماضي وهي التي قبلت بنتائج محادثات أستانة وهي التي طلبت في جنيف وهي التي التزمت أيضا بقار مجلس الأمن أو القرارين 2-2-5-4-2-2-6-8-6-2016 هنا في هذه الحالة أنا أعتقد أنه هناك طرف آخر خارج عن الخطاب وهو الجماعات المتطرفة التي تقود ضدها الجماعات الأخرى بالإضافة للجيش السوري الصراع الحادي هل ستكون التسوية خارج دائرة هذه القوة أم بعد الانتهاء من القضاء عليها وهي داعش والنصرة أو الجماعات التي تتلون بألوان مختلفة والتي لا يكون الرضا السياسي عنها كاملا وبالتالي تلحق بالجماعات المضطرفة من الذي يتحارب الآن في سوريا إذا كانت كل الأطراف قبلت بهذه المبادئ الأساسية التي أشار إليها التقرير لماذا لا يذهبون إلى جينيب وهم مطمئنون إلى أن أحدا لن يؤثر على الميزان عسكري على الأرض أعتقد أن الجماعات الإرهابية الأخرى التي تم تصنفها هي التي سوف تعيق هذه المعادلة ولذلك لا بد من وضع حل لهذه المسألة قبل الذهاب إلى تسوية لأن الأطراف الراغبة في التسوية جاهزة وتريد فعلا أن تترجم ما حدث في آسانة ومن خلال قرارة لمجلس الأمن ثم مجلس الأمن دعم محادثات أسانة ومعنى ذلك أنه في 24 يناير عندما حدثت هذه المحادثات مجلس الأمن بارك ذلك والأمير العام الجديد باركها وأصبح الطريق مفتوحا إلى هذه التسوية ولكن يظل دائما هناك هاجس من الذي يحمل السلاح الأقوى خلف هذه الجمعات جميعا وخلف الأطراف المتحاربة هذا رأيك دكتور الأشعل على أي أساس بنيت هذا الرأي أنا من ملاحظة الساحة السورية طبعا الأطراف كلها احتكمت إلى السلاح وأن العلاقة بين الحل السياسي والحل العسكري إعلاقة واهية يعني ليس هناك تصنيف قاطع بأن هناك حل سياسي بعيد عن الحل العسكري أو العكس العادة أن الحل السياسي هو ترجمة لأوضاع القوى على الأرض وبالتالي إذا تمكن النظام في سوريا مع حلفاء من هزيمة كل القوى المسلحة على الأرض فإنه لن يكون بحاجة إلى تسوية لأنه سيضع التسوية اللازمة أو بعبارة أخرى إذا تم هناك الاجتماع فسوف تكون الضغوط مرتبطة بأجندات الأطراف التي سندت سوريا أو الأطراف التي تحارب الجيش السوري على الأراضي السورية لكن ما العمل بالنسبة لداعش والنصر وهما منظمتان لا تلتزمان لا بقارة مجلس الأمن ولا تشاركان المجموعة المسلحة ولا الجيش السوري ولا الأطراف المتحاربة هي إيران وروسيا وتركيا في الخواسم المشتركة التي تم الاتفاق عليها طيب طيب أنتقل إلى الأستاذ جورج من بيروت أستاذ جورج مثل ما استمعت إلى الدكتور عبدالله ووجهة نظر إلى أي مدى تتفق أو تختلف مع الطرح الذي قدمه الدكتور عبدالله الأشعل دون أدنى شك إعلاميا نحن نتحدث الآن عن صفحة جديدة عن تسوية عن حل سياسي الأزمة السورية لا نتحدث عن حصم أسكري هذه نقطة أساسية وجوهرية لكن للوصول إلى التسوية هناك الكثير من السغرات التي لابد من معالجتها أنا أعود إلى البيان الختامي لأستانا أولا هذا البيان شدد على ضرورة وقف إطلاق النار وبالتالي قال بألية لتطبيق وقفة النار السلسية أن تلتزم روسيا أن تلتزم إيران وأن تلتزم تركيا بتنفيذ وقف إطلاق النار ما هي هذه الألية حتى الآن هي بحاجة إلى غطاء من مجلس الأمن الدولي ربما لإستثلال قرار بإرسال قوات دولية كد تكون روسية كد تكون تركية كد تكون إيرانية لكن تحت علم الأول المتحدة هذا شأن المجتمع الدولي هذه صغرة أولى الصغرة الثانية هو طبعا كان هناك تفاهم على توحيد صفوف المعارضة والكل يتذكر بأن وزير خارجية الروسية سيرجي لفرو قد دعا على أطياف المعارضة إلى موسكو في السابع والعشرين من نيانير الماضي لكن طبعا لم تلبي كل الأطراف وبالتالي هذا الإشماع اكتصر على فرقاء من المعارضة وليس على كل الفرقاء إذن هذه الصغرة لم تكمل بعد بعد طبعا هذا الإشماع عدنا نرى في الساحة السورية هناك صراع بين المعارضات يعني بين معارضة متطرفة معارضة متدلة توحيد البندقية المعارضة إلى ما هناك وهذا ما أحدث إشكالية جديدة الإشكالية الجديدة هو طبعا جناب يحتاج إلى وفد معارض مواحد يعني يعبر عن كل أطياف المعارضة حتى الآن تشكيل مثل هذا الوفد يبقى متعزرا لأن المعارضات حتى الآن لم تحسم مسألتها على هذا الصعيد طبعا أنا أعود إلى صغرة جد مهمة نحن نتحدث عن سلاسة إقليم دولي هو الروسي التركي الإيراني الذي طبعا يظل العملية في سوريا سواء كانت عسكرية أو سياسية لكن السؤال المطروح بعد وصول الرئيس الأمريكي دودانل ترامب هناك ثغرة جد مهمة لقد قال بمناطق آمنة في سوريا سنعور إلى هذا هذا الطرح بطبيعة الحال أستاذ لكن علي أن نقضح نقطة جمهرية تفضل لأن هذا الأمر يعتبر خرقا لهذه المزلة السلاسية وبالتالي ربما يعيد طبعا نصف الأوراق لأن الكل يعني الإيراني والتركي والروسي يتساءل ما هي المنطقة الآمنة من يحمي هذه المنطقة الآمنة أين تكرون ستكون هذه المنطقة الآمنة وهنا إذا سمحت لي أيضا هناك نقطة أساسية قبل الذهاب إلى أستانا ما فجر قام رئيس وزراء النظام عماد خميس بزيارة طهران وكان تفاهم على نقاط أربعة أساسية أستاذ جورج اسمح لي سنعود إلى محور ترامب ومحاور أخرى إن شاء الله عامل الوقت أيضا معنا هكذا يمضي سريعا ننتقل إلى القاهرة دكتور عبدالله الأشعل دكتور كيف تعكس ترتيبات المفاوضات في أستانا مدى النفوذ الروسي عبر القوى العسكرية التي حسمت كثيرا موازين القوى على الأرض لصالح حلفائها طبعا لا شك أن روسيا بطريقتها الجديدة وهي التفاوض على حفة الهوية هذه النظرية التي كان قد تبناها وزير خارجية أمريكا في الخمسينات فوسر دالس نعم وهذه النظرية أيضا والتي تبناها الرئيس ريجان في مفاوضاته والذي أنهى بها الاتحاد السوفيتي لا بوتين انتهج هذه النظرية وهي الجسارة في مواجهة الموقف وأن يرمي بكل قواته العسكرية والسياسية في سوريا حتى يمكن أن يحقق الكثير من الهدف بعضها في سوريا وبعضها الآخر في أوكرانيا يعني هناك ساحة صراع واسعة بينه وبين الولايات المتحدة وإلى حد ما الاتحاد الأوروبي ولذلك أعتقد أنه دخول روسيا على الخط غير المعادلة تغييرا كاملا لأنه هذا التغيير الكامل كان مفيدا أعتقد بالنسبة للأزمة السورية لأن الأزمة السورية كانت تروح مكانها بين أطراف تكاد تتوازن في قدرتها العسكرية ولكن عندما دخلت روسيا فإنها حسمت الموقف حسما كاملا وأيضا تمكنت روسيا بسبب هذا الحسم العسكري أن تحتكر الساحة السياسية وأن تقرر إذا كانت الولايات المتحدة يمكن أن تدخل على الخط أو لا تدخل بقي بعد ذلك التعويل على ما إذا كانت العلاقات بين ترامب كما شاهدناه في الحملة الانتخابية ومع روسيا سوف تترجم إلى موقف حقيقي مسؤول أم أنها سوف تكون عملية تنافس بين قوتين عظميين الأولى هي الولايات المتحدة التي كانت تحتكر الساحة تماما وخصوصا في سوريا والثانية هي روسيا التي تريد أن توسع ديارة النفوذ في الشرق الأوسط وأن تكون هي الاتحاد السوفيتي الجديد طيب إذا في نقطة أخرى مهمة تبدو أنها لصالح روسيا أستاذ جورج إلى أي مدى تشكل مفاوضات لستان خطوة استباقية من جانب موسكو في خضم ترتيبات انتقال السلطة إلى الرئيس دونالد ترامب والإدارة الأمريكية الجديدة بطبيعة الحال الكل يدرك بأن روسيا قادت وتقود الآن مصار واضح في سوريا بدأ عسكريا والآن يتجه نحو التسوية هذا الأمر واضح لكن طبعا في أستانا كانت هناك دعوة للولايات المتحدة وتمثلت بسفيرها في كازاخستان بمعنى أن الوافد الأمريكي لم يكن على مستوى وزير خارجية أو على مستوى وزاري لم يكن على مستوى عالي لكن كان نوع من الحضور طبعا الآن هناك ربما مزاج إيجابي ما بين الرئيسين بوتين وترامب سواء من خلال الحملة الانتخابية وأيضا في الاتصال الهاتف الذي جرى بينهما بعد وصول ترامب إلى البيت الأبيض وكان هناك تفاهمات وربما لقاء في الأشهر القليلة المقبلة وهذا طبعا يؤشر إلى نوع من التعاطي الإيجابي إلى حد ما لكن أعود إلى الملف السوري لأشدد على ملاحظتين الملاحظة الأولى أن رئيس ترامب طبعا قال صراحة بأنه يريد مناطق آمنة في سوريا وطلب من وزارة الخارجية ومن وزارة الدفاع الأمريكية ودع تقرير حول هذه المناطق الآمنة وشئنا بالرد الروسي بأن روسيا قالت لعل ما لنا بذلك ولم تتصل بين واشنطن لتكون ماذا تريد أيضا هناك ارتياب تركي واضح حول هذه المناطق الآمنة هناك صمت مطبق من قبل إيران حول المنضوع لذلك الآن هناك صغرة أساسية بمعنى ماذا يريد الأمريكي فعلا هل يريد الانقضاء على ما تقرر في أستانا والتالي على خلط الأوراق من جديد؟ هل هناك من تفاهم على أن يشارك الأمريكي في جناب في العشرين من الجاري ولكن طبعا بعد تفاهم على ورقة العمل؟ لذلك أقول هذه الأسئلة مطروحة اسمح لي أستاذ جورج التمثيل الأمريكي في مفاوضات الأستانا تمثل في السفير الأمريكي في كازاخستان على ماذا يدل هذا؟ طبعا يدل هذا على أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت في مرحلة انتقالية يعني ما بين نهاية ولاية الرئيس فاراك أوباما ودخول الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض ويدل أيضا على أن ربما الإدارة الأمريكية لم تكن راضية عن هذه المزلة السوليسية الروسية التركية الإيرانية لإيجاد حل في سوريا وبالتالي لا يكون لها دور يعني مؤثر أي الولايات المتحدة لكن الملاحظة الأشهد باعتقادي أن الولايات المتحدة الأمريكية حريصة جدا على الطيف الكردي السوري وبالتالي لتزال حتى الساعة تدعم الأكرار في سوريا ربما لقيام نوع من الإقليم الكردي أشبع بحكم ذاتي أو ما يشابه ذلك ولذلك نحن نتحدث عن تسوية في حين أنا نرى أن مدرعات أمريكية حديثة قد وصلت إلى طبعا الفصائل الكردية المقاتلة في سوريا فكيف نتحدث عن وقفة لقنار وعن آلية ثلاثية لتضبيق وقفة لقنار في الوقت الذي تعود الأسلحة الأمريكية الحديثة لتصل إلى طيف سوري أساسي مشارك في الكتاب نعم دكتور عبدالله الأشعل في القاهرة أستاذ جورج تحدث عن تسوية يراد تحقيقها من كل الأطراف في اجتماع ومفاوضات الأستانة هل تعتقد أن ذلك نوع من فرض الأمر الواقع من جانب روسيا وأيضا إملاء شروطها على هذه التسوية نعم لا شك أن مفاوضات أستانة كانت تشير إلى أن روسيا هي التي تحتكر الساحة دون الولايات المتحدة وأن عودة الولايات المتحدة مرة أخرى للحديث عن مناطق آمنة هو يعبر عن ارتباك كبير في الموقف الأمريكي منذ بداية الأزمة نذكر ونذكر السادة المشاهدين أن الولايات المتحدة كانت تعترض على إنشاء منطقة آمنة بين تركيا وسوريا وبعدين بعد كده تركيا تخلت عن المنطقة الآمنة ثم دخلت في صراع مع الأكراد ومعلوم أن الولايات المتحدة تشجع الأكراد منذ عام 1990 منذ غزة العراق الكويت ومنذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بتحرير الكويت وأنه صدر قرار مجلس الأمن في ذلك الوقت 688 وفسر يومها على أنه يتعلق بإنشاء مناطق آمنة منطقة حزر جوي ومنطقة آمنة في الجنوب وفي الشمال وكان هناك سياسة أمريكية محددة لإنشاء كيان كردي وهي التي وقفت ضد أي محاولة من بغداد ثم عندما غزت العراق وضعت دستور العراق سنة 2005 وعملت النظام الفدرالي الضعيف الذي يعطي الأكراد القدرة على الانفصال إذن نحن لدينا لكي لا نخرج عن محورنا محور الروسي لازلنا فيه وأيضا ما تقوم به روسيا في هذه المفاوضات نعم روسيا في الواقع نعم أصبحت الآن هي اللاعب الأساسي في موضوع التسوية السياسي ولكن السؤال هل تقبل الولايات المتحدة بهذا الاحتكار الروسي أم أن هناك درجة من درجات الرضا الضمني على أنها قامت بأن هذا الملف دقيق وحساس وأنها متهمة فيه من جوانب متعددة وأن روسيا الآن ولها قواعد على الأرض تستطيع أن تقوم باللازم ولعلا نذكر أن روسيا هي التي أحبطت قرار الوات المتحدة بالتدخل العسكري في سوريا نعم طيب إذن أستاذ جورج نحن تحدثنا سابقا عن مناطق آمنة نتحدث إلى أي مدى يمكن النظر إلى هذه الخطوة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قامت هذه المناطق وهي لحماية الفارين من الحرب كإشارة مهمة من واشنطن على تحييد وتقليم أضافر روسيا من الاستفراد بالملف السوري في المرحلة الدقيقة القادمة دون أدنى شك أن طرح الرئيس الأمريكي ترامب إنما طبعا هو انقضاد الدبلوماسي على ما تقرر في أستانا وبالتالي من خلال طبعا المناطق الآمنة يريد دعوة كل الأطراف المعنية بشأن السوري والتي تبشر بجنيف في العشرين من الجاري إلى طبعا التفاهم الجديد على خارطة الطريق ربما تكون مختلفة على خارطة الطريق التي هندس لها الروسي وبدأ بتنفيذها ما هو وجه الاختلاف أستاذ جورس؟ ومسألة نعم وجه الاختلاف في محادثات الجنيفة القادمة وجه الاختلاف أولا يمكن طبعا تحديده في نقاط أربع أولا النقطة الأولى في خارطة الطريق الروسية وقبل طبعا الوصول إلى الأستانا ماذا حصل؟ سافر أو غادر رئيس وزراء النظام السوري دمشق إلى تهران ووقع مع السلطات الإيرانية على نقاط أربع خمسة ألاف هكتار من الأراضي السورية الزراعية تستثمرها إيران طبعا هناك ما يسمى منجم الفوسفاك في تدمر هناك اكتفاك للخليوي طبعا أعطيها لإيران وأعطي أيضا ميناء نفطي للإيران هذا قبل الوصول إلى الأستانا في هذه اللحظة بالذات أو في هذه الأستانا طبعا طلعتنا وسائل الألام بالقول بأن روسيا تفاهمت مع النظام على توسيع قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا وأيضا على توسيع القاعدة البحرية الروسية في ترطوش وأن يكون لروسيا دور أيضا في النفط طبعا في المتوسط نعم نعود إذا خطوة الرئيس ترامب بشأن قامت مناطق آمنة لحماية الفارين من الحرب طبعا يعني تحت شعار إعادة النازحين السوريين إلى سوريا أتى هذا الطرح من قبل الرئيس ترامب لكن الرئيس ترامب باعتقاد ينتظر أولا تقرير من قبل وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكيتين حول كيفية استحداث هذه المناطق الأمنة هل سيكون هناك تدخل عسكري أمريكي مارينس في سوريا لإتطاع مساحات يقال بأنها طبعا هي مناطق آمنة بحماية سوريا بحماية أمريكية لإعادة النازحين هذا طبعا موضوع مطروح هل ينزم ترامب إلى مجلس الأم الدولي لإززار قرار أستاذ جورج هل أن يؤزم هذا التدخل الأمريكي مثل ما قلت إذا تدخل عسكريا هذه المفاوضات وينحني إلى مناحي قد تكون أخطر في الملف السوري كل الاحتمالات واردة أنا لا أقول بأن جنيف أصبحت نهائية وتبشر بإيجاد تسوية سريعة في سوريا أو بداية تسوية أنا لا أقول ذلك لذلك قلت منذ البداية طبعا لو لم يتدخل رئيس ترامب ويطالب بمناطق آمنة ربما كان التوجه لمصلحة روسية أو لمصلحة الفلاسي الروسي التركي الإيراني للاستمرار في خارطة الطريق التي اتفقوا عليها لكن الآن هناك حاجز أمريكي واضح ضد هذا المسار السلاسي وبالتالي السؤال المطروح هو هل يتم تفاهم بين الإدارة الأمريكية الجديدة وكل من موسكو وأنكرة وطهران على طبعا الوصول إلى جنيف بملف جديد بأجندة سياسية جديدة فضلا عن ذلك الروس اليوم يقول بأن في جنيف سيصار إلى طرح الدستور السوري الذي قعده وترحه على المعارضة هذا الأمر أيضا هل توافق أو توافق إدارة ترامب على أن تفاهم الروسية هي التي تتولى ودع الدستور السوري يوم أستاذ جورج أتوجه إلى دكتور عبد الله الأشعل في القاهرة دكتور حتى تكتمل الصورة كيف نرى تداعيات هذه الخطوة إذا تمت وفرضت الولايات المتحدة منطقة حضر جوي على حجم العلاقات الروسية الأمريكية وأيضا حجم المخاوف من حدوث مواجهات جوية حتى ولو بالخطأ أنا أعتقد أن مذهب الرئيس بوتين هو مواجهة المسائل بالواقع والقوة فإذا قررت الولايات المتحدة إنشاء هذه المنطقة فسوف تعترض عليها روسيا بالقوة الآن لفروف يعترض اعتراضا رقيقا فيقول دعنا نرى ما هو تصور الولايات المتحدة لهذه المنطقة ومع وظيفتها ومن يطاق هذه المنطقة ومن سيحميها وضد من في هذه الحالة سوف تكون مواطق الأمنة ضد روسيا مباشرة وضد قواتها في سوريا لأن الذي يلعب على الأرض في الجانب الأهم هو الجيش الروسي لهذا سيكون هناك هل سيخاطر ترامب بأن يتصادم عسكريا مع روسيا على الأراضي السورية هل يتخذ القرار الذي جفل عنه أوباما وعاد واعتبر أوباما أنه كان أهم قرار عاقل اتخذه وهو عدم المضي في غزو سوريا دعنا نرى لأنه كل المؤشرات تشير إلى أن رئيس ترامب يتراجع دكتور هل هذه المخاوف حقيقية في ظل العلاقات التي نشاهدها الآن وتسير في مسارات مطمئنة بين إدارة ترامب وأيضا بوتين يعني أدابة الجليد للعلاقات لا أعتقد أن هناك إطار آمن للعلاقات بين الطرفين بل قلت في مناسبة سابقة أنه سيكون هناك الصدام مروع بين روسيا والولايات المتحدة لأن الطرفين لا يحاذر النتائج رئيس بوتين يدخل مباشرة لتحقيق هدافه وقد جرب ذلك في أوكرانيا ونجحت وتراجع الغرب وتجرب في سوريا ونجحت وتراجعت الولايات المتحدة واضطرت إسرائيل لأن تنسخ مع بوتين في الأراضي السورية حتى ليكون هناك الصدام بين الوجود العسكري الروسي وبين المغامرات الإسرائيلية ومن ناحية أخرى ترامب لا يزال جديدا لأنه جاء من خارج المؤسسات وبالتالي لا نستطيع أن نعاول كثيرا على تصريحات ومواقفه أثناء الحملة الانتخابية هل سيدخل في المؤسسات ويصبح ناطقا باسمها أم أنه سيكون صوتا نشازا خارج المؤسسات رأينا قرار أول قرار اتخذ وهو موضوع حظر دخول بعض الدول الإسلامية إلى الولايات المتحدة والثورة العارمة عليها داخل الولايات المتحدة يعني اليوم مثلا في 900 دبلوماسي قدموا عريضة من العاملين والمعاش أنهم يعترضوا على هذا وهي دين مؤسسات هذا وصوت المؤسسات طيب هل ترامب سوف ينضوي تحت المؤسسات أم أنه سوف يتحدى ويكون هناك صراع داخلي طيب نعم إلى الدكتور أستاذ جورج في محورنا القادم وإذا انتقلنا إلى أيضا الجولة القادمة لمؤتمر الجينيف ما أبعاد مشاركة فصائل المعارضة العسكرية وأيضا ما هي الإشارات التي تحملها بشأن التسوية السياسية المنتظرة بطبيعة الحال هناك كما أشرت الإجتماع الذي عقد بين الأوروب وبعد الفصائل المعارضة في موسكو في 27 من يناير كان التفاهم على أن تشارك المعارضة بوافد واحد مشترك في جينيف وبالتالي تطرح رؤيتها للتسوية ويكون إلى جانب ذلك طبعا بد مهم هو الإصرار على تطبيق وقفة لقنار والبدء طبعا بمناقشة مسودة الدستور التي عدته موسكو لمستقبل سوريا وفضلا العودة إلى القرار 2254 لبحث من درجاته وبالتالي كان أشبع درسا في جينيف واحد وجينيف اثنين وجينيف ثلاثة إلى ما هنالك لذلك طبعا إذا صارت الأمور على هذا النحو فباعتقادي على المعارضة الآن أن توحد شفوفها لكن أنا السبع ذلك السبع ذلك لسببين السبب الأول أنه بعد أستانة نراهن أو نرى بأن الميدان السوري هو نوع من التصفيات بين الفصائل المعارضة كل طرف يحاول أن يستوعب الطرف الآخر وأن يسيطر عليه ليقول أنه هو الأقوى وله تعود الكلمة وهذا ما صار باعتقادي كان يطول وطبعا ربما يشكل ثغرة في وقفة لقنار الأمر الثاني والمهم هو الدخول الأمريكي ميدانيا على الأرض يعني أمام الرأي العام الدولي وعبر كل الشاشات كانت هناك آليات أمريكية حديثة كانت سلمت لبعض أطراف طبعا الأكراد التي تحمل السلاح طبعا هذا الأمر يؤكد على أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال إلى حد كبير تدعم هذا الفصيل السوري بالخبراء الفنيين بالأسلحة المتطورة إلى ما هناك السؤال هل هذا الأمر طبعا سوف يؤدي إلى الإخلال في وقفة لاق النار والعودة للإكتتال وطبعا السبعات جينيف أو أنه سيكون تحت السيطرة الجواب هو عند الإدارة الأمريكية وعند التواصل ما بين واشنطن ومسكو حول المخارج قبل الوصول إلى العشرين من الجاري أي إلى جينيف نعم دكتور عبد الله الأشعل برأيك هل نستطيع القول بأن مفاوضات أستانة تعتبر بمثابة إعداد المسرح لإنهاء العملية السياسية وأن التوقيع سيكون في جينيف ومعه إسدال ستار على هذا الملف لا أنا أعتقد أن ربما النتيجة دي متسرعة شوية لأن السانة وضعت اللبنات الأولى لتسويها بين أطراف معينة وهي الأطراف الموجودة على الساحة السورية ومن ضمنها الفصائل المسلحة هذه الفصائل المسلحة فعلا يصفي بعضها بعضا واليوم أو أمس التحالف الدولي قدم أسلحة لبعض هذه المنظمات إذن ليس هناك اتفاق على ما هي الفصائل التي يجب أن تجلس في جينيف بعد ذلك ليست كل الفصائل المسلحة سوف تجلس هناك رغم أن السانة كانت تتحدث بلغة مختلفة كانت ترى أن المعارضة جميعا يجب أن يمثلها وفد واحد ولكن الآن واضح أن تصفية الحسابات هذه ستؤخر الموضوع لذلك الأمم المتحدة أعلنت تأجيل الموعد النهائي لمحادثات جينيف لا يمكن تحديد موعد بينما الساحة السورية لا تزال غير ناضجة للذهاب إلى جينيف وخصوصا وأن الأرضية التي بنيت عليها قارات أستانة ومباركة مجلس الأمن لها في تحدي لها من جانب الولايات المتحدة وأيضا تحدي الواقع السوري وهو الفصائل المختلفة التي يتحارب بعضها بعضا إذن دكتور عبد الله هل المعوق هو الوحيد أو الأبرز عدم الاحتكام إلى وفد واحد من هذه الفصائل المسلحة؟ هل هو المعوق لعدم التوصل إلى حل؟ هذا هو أحد معوقات المعوق الثاني هو رغبة روسيا في أن تنفرد بالساحة ولا تريد أن تقدم أي تنازل للولايات المتحدة هل الولايات المتحدة في هذه الحالة سوف تصر على أن لا يفلت الملف السوري دون أن يكون لها مكان فيه؟ هل تقبل الولايات المتحدة بأن الأزمة السورية تسوى بعد ست سنوات من الصراع وكل هذا العذاب؟ وبعد ذلك ليكون لها مكان؟ طبعا دعني أذكر بأن الشعب السوري الحقيقة لا أحد يأخذه في الاعتبار ولذلك أعتقد أنه صراع بين أجندات وبين مصالح دولية وإقليمية نعم إذن أستاذ جورج بالعودة إلى النقاط البارزة في البيان الختامي كما هو موجود لدي لمفاوضات الاستانة سنجد أن مصطلح الحل العسكري ربما شطب نهائيا من قاموس الملف السوري وهذا ربما جيد أن تضع الحرب أو زارها لكن ماذا في تفاصيل العملية السياسية التي تتحدث عن مسودة دستور تقترحه روسيا يتحدث عن جعل تغيير حدود الدولة ممكن عبر الاستفتاء العام وكذلك إزالة تعابير تشير إلى عروبة سوريا لصالح التباين والتعددية الثقافية والعرقية يعني كما تفضلت هناك الكثير من النقاط التي تثير الالتباس ويختلفها الغموض طبعا طبيعي كأي مراقب أن تضع روسيا دستورا لسوريا السؤال المطروح إذا كان هذا المسار أو هذا الخيار هو مقبول سواء من قبل الأطراف المؤثرة على الساحة السورية أو من بعض الأطراف السورية السؤال المطروح هو ماذا يبقى للسوريين ولماذا لا يكون هذا الدستور هو صنع سوري سوري بامتياز ونتيجة التوافق حول طبعا مستقبل سوريا ومستقبل النظام إلى ما هنالك هذا أولا الأمر الثاني هل هذا الدستور يتوافق مع البنود التي وردت في القرار الدولي 2254 الخاص في سوريا أم أنه يتناقض معه أو يتوافق هناك علامات إسفام ثانية علامات الإسفام ثالثة ماذا عن البيان جنيف واحد الذي تتمسك به المعارضة أو لنقول بك صريحة لعبارة المعارضات التي تقول بأننا لا ندخل في التسوية إلا على أساس بنود جنيف واحد والعملية السلمية وإلى ما هنالك هل أصبح جنيف واحد من الماضي وبالتالي خارطة الطريق الروسية التي تتفاهم عليها مع أنكرة وطهران طبعا تأخذ جنيف إلى أجندة جديدة مختلفة تماما عن البيان جنيف رقم واحد أيضا هذه الملاحظة لجواب عليها لذلك هناك كثير من الالتباسات وطبعا كمراكب للأمور أنا أرى أن الدخول الأمريكي مع عهد جديد عهد الرئيس ترونب بهذا الشكل في الساحة السورية في الملك في السوري ربما تأيد خلط الأوراق وبالتالي نتحدث عن أولويات كالتفرد نفسها من الآن فساعدا مختلفة تماما عن كل الأوراق التي يتم تدولها حتى الآن لذلك السؤال المطروح هو هل أن الرئيس ترونب سوف يتراجع عن المناطق الآمنة ويسلم المبادرة لبوتين لكي يتصرب المرفي السوري لا جواب على ذلك ثم ماذا لو قررت كل من وزارة الخارجية ووزارة الدفاع الأمريكيتين أن تعطي ترونب طبعا خطة لاستحداث هذه المناطق الآمنة وبقوة عسكرية هل وافق فعلا على الدخول إلى سوريا وهو أساسا يعني له بعض القواعد في عين العرب وفي الحسكة بالتالي هذا الأمر إذا حصل طبعا هذا طبعا يؤدي إلى مواجهة أمريكية روسية على الساحة السورية وبالتالي الساحة الشرق ووسطية لذلك جناب لتزال حتى الآن يساورها الكثير من علامات الاسفان ونقاط الغموض التي يفترض توضيحها قبل تحديد موعد نهائي لعقد طبعا مؤتمر للبحث في التسوية المقبلة لسوريا نعم هذا محور مهم أعود به إلى الدكتور الأشعل دكتور الأشعل هذه النقاط بصفة التسوية السياسية هل من تعليق على عروبة سوريا وعلى تغيير الحدود والتباين والتعددية طبعا أنا متفق تماما مع الطرح الذي يعترض على أن الروس يضعون دسورا للشعب السوري ويبدو أن بوتين أراد أن يقلد الرئيس بوش عندما وضع دسورا للعراق وفي هذه الحالة كان العالم العربي كان في حالة يرسلها والآن العالم العربي يعاني أيضا ولذلك يبدو أن الرئيس بوتين أراد أن يقلد الرئيس بوش أنا شخصيا أعترض اعتراضا كاملا على أن يضع أحد لأي دولة عربية دسورها فعلى سبيل المثال العراق كان العراقيون أساطين في القانون وكانوا يضعون دساتير دول أخرى فمن غير المناسب مطلقا أن يأتي سفير أمريكا في إحدى الدول الجديدة في غزلافيا لكي يضع هذا الدسور وطبعا أترك للشعب العراقي أن يعيد مرة أخرى النظر في هذه المثال أنها تتعلق بشؤون الداخلية ولكن فيما يتعلق بسوريا أنا أرجو أن روسيا لا تستغل المحنة السورية ودخولها على الخط في الموضوع وأن تنال كثيرا من جسد الهوية السورية سوريا ستظل دائما دولة عربية بصرف النظر عن الأحداث الليجارية ولا بد من الالتزام بقارة مجلس الأمن التي أصرت على السلام الإقليمية لسوريا وعلى وحدة التراب السوري وعلى أن سوريا عربية أما النظام السياسي فيتفق عليه السوريون أنفسهم إذن هل هذه النقاط سيكتب لها الاستمرار دكتور أم أنها فقط هكذا تعبيرات من الجانب الروسي هي عبارة عن مظاهر من مظاهر السيطرة الروسية في الساحة السورية ولن يكتب لها النجاح مطلقا سواء تدخلت الولايات المتحدة أو لم تتدخل لأن تدخل الولايات المتحدة بيكون بأجندة أمريكية أيضا لا علاقة لها بالطبيعة العربية لسوريا نعم إذن هل اختلف أيضا الأمر سياسيا وفق هذه الأفكار التي قالت روسيا إنها تعرضها وإنها أيضا غير ملزمة عن فرض التسوي عسكريا طالما النتيجة في الحالتين هي واحدة وهو تمرير تسوية وفق موازين القوى العسكرية الطبيعة العربية لسوريا ليست محل جدل ولا أعتقد أن المعارضة ستقبل هذا إذا قبت الحكومة بسبب ظروفها وعلاقتها بروسيا في هذه المرحلة ويتعتبر أنها مسألة انتقالية ومؤقتة فأنا أظن المعارضة سترفض هذا وعندما يكون هناك وفد معارض واحد سوف يكون له رأي في هذه المسألة نعم أستاذ جورج هل يمكن أن نتخيل سيناريو مختلف أو مخالف ربما إذا رفضت الفصائل المعارضة التسوية بشروط مجحفة أو لا تفي بمطالبهم أيضا الحقيقة هناك لغم كبير في البيانة الختابة لأستانا طبعا هو يتحدث عن احترام حدود سوريا سيادتها إلى مونالك لكن الوقاعة الميدانية طبعا هي مغيرة تماما مغيرة تماما أنا أريد طبعا أن أتنصل إلى حد ما من الضغط الأمريكي أو من التواقل الأمريكي الجديد الذي طرحه رئيس ترامب ليه أركز على المظلة الثلاثية الروسية التركية الإيرانية إذا كانت طبعا إيران تحاول أن تحتفظ بمصالحها في سوريا سواء في الأرض أو في المناجم أو في طبعا الاقتصاد إلى مونالك وإذا كان الروسي بطبع الحال يريد طبعا أن يركز قاعدة عسكرية بحرية في المتوسط ويوسع قاعدته في طرطوس بالتوافق طبعا مع الحكومة السورية وأن يوسع طبعا قاعدته الجوية العسكرية في سوريا والتركي الذي طبعا وصل إلى مدينة الباب التي تبعد حوالي 15 كم أو 20 كم عن حدوده التاريخية مع سوريا ويريد أن يعتفد بهذا الشريط وبالتالي هذا المطلب تركي الحقيقة سبق أن ترح على إدارة الرئيس باراك أوباما بما يسمى المنطقة العازلة ولم يوفق يومها بالتالي إذا رأينا هذا الثلاثي الذي يزلل الوضع السوري يحاول أن يقسم مصالحه كل المفكة طبعا ما يرضي طموحاته السؤال المطروح ماذا يبقى من الأرض السورية ومناء السيادة السورية لذلك الكفة الآن عند المعارضة المعارضة أولا عليها أن تكف عن تصفية بعضها البعض عليها أن تواحد سفوفها وعليها طبعا أن تتفاهم على وركة عمل واحدة طيب ذكرنا هذه المحاور والأسس في العملية السياسية والتسوية أستاذ جورج ما هو تأثير التسوية إذا تمت على العلاقات السورية اللبنانية بطبيعة الحال الأمر مقلك للغاية وكما تفضلت هناك حساسية مفرطة من مستقبل الحل في سوريا لأن أي حل في سوريا سوف ينعكس حتما على الساحة اللبنانية التي بالكاد تخرج من أزمة دستورية استمرت سنتين ونصف من الفراق في مقام رئاسة الجمهورية وطبعا في المجلس النيابي إلى ما هنالك لذلك اللبنان حتى الآن لم ينهد بعد من كبوته أرف إلى ذلك نحن نستقبل حوالي مليوني سوري على الساحة اللبنانية يشكلون عبءا اقتصاديا ديموجرافيا في كل معنى الكلمة وهذا الأمر بتمائعة الحال لا يمكن للبنان إلا أن يتأثر دون عدن شك بأي حل طبعا سوف يأخذ صديقه في سوريا لذلك المسألة جد حساسة وبالتالي أن اللبنانيين يهتمون أكثر فأكثر بمسار الملف السوري لكي يدركوا مدى التدعيات التي سوف تتبقى على عاتقهم من جراء هذا الحل وبالتالي هل ستتغير طبعا الديموجرافيا في لبنان ومن ثم الجغرافيا كلها أسئلة مطروحة وأن كنا نتمنى طبعا من عميق قلبنا أن يبقى لبنان طبعا بمساحته وطبعا بتنوعه وبهذا الاستقرار الذي يتمتع به حاليا إذن كيف ستساهم سيد جورج لبنان في الوصول أيضا إلى نقاط في صالح الوئام والتصالح وأيضا الوصول إلى مصلحة عليا في هذا الملف يعني يخدم كل الأطراف طبعا يعني رئيس الجمهورية فخامة الرئيس العماد مشيل عون تحدث بصراحة على ضرورة التواصل مع الحكومة السورية وبالتالي شدد على أن تكون العلاقات دائما بين لبنان وبين الحكومة السورية ولا شأن لنا بيع الحكومة السورية من تكون ومن تمثل نحن مع أي حكومة سواء شكلتها المعارضة أو شكلها النظام المهم أن تكون هذه الحكومة منبسقة من إرادة سورية وبالتالي هذا بتمعت الحال المصار صحيح بمعنى أن الأعباء التي يتحملها لبنان ربما تعالج من خلال التفاهم بين الحكومتين طبعا لم نصل إلى هذا المصار في خواتمه بمعنى لم نرى بأن الرئيس العماد ميشيل عون كان زار دمشق ولكن باعتقادي أن هذا الأمر كان يكون محتملا في المستقبل لأن طبعا النظام السوري سبق وأرسل موفدا رئاسيا يهنئ العماد ميشيل عون بانتخابه هذا الأمر طبعا يخضع إلى حساسيات لبنانية مفرطة لم يكن هناك أجماع بعد على فتح هذه الصفحة لكن إذا كان لبنان يريد أن يتخلص من عبق مليونين نازح سوري طبعا يوكمون على أرضه ويشكلون فكلا على اقتصاده فهذا الحل لا يكون إلا من خلال التفاهم بين حكومتين البلدين طيب نذهب إلى القاهرة في محور آخر مع دكتور الأشعل دكتور كيف تلبي نتائج مفاوضات الأستانة المصالح الإقليمية لشريكين في رعاية المفاوضات هما تركيا وإيران يعني طبعا المبادئ المبادئ التي تضمنها إعلان أستانة هو مبادئ عامة ولكن هذه المصالح كامنة ولم تظهر الآن ولكن تظهر في علاقات سنائية مع الحكومة السورية كذلك عندما يجلس الفرقاء يوما ما في جنيف فإن هذه الأطراف الرئيسية في الأزمة لن تتحدث عن مصالحها مباشرة وإنما سيظل دائما السؤال هو أن هذه الأطراف التي سندت الحكومة السورية لا بد أن تخرج بتمن النصر وتمن البقاء بالنسبة للحكومة السورية في مكانها بقطع النظر عما إذا كان جسد الدولة السورية سوف يكون عرضة للتسويات هذه النقطة مهمة جدا لأن هناك فرق بين المبادئ العامة المبادئ عامة ممتازة ولكن التفاوض على الأرض من خلال الواقع الذي تعيش سوريا سوف يأتي مغيرا تماما لهذه المبادئ باختصار دكتور الأشعل هل ستسير التسوية السياسية إلى أمتارها الأخيرة بنجاح أم أن العراقيل ستعترضها أنا أعتقد أن الطريق إلى جينيف قد يكون سهلا بعد انتهاء موضوع المعارضة وبعد الترقب في الموقف الأمريكي ولكن بعد ذلك خلال مؤتمر جينيف نفسه ستظهر القضايا العملية التي كانت محجوبة من وراء المبادئ لذلك دعنا نأمل وأن نسعى لتحقيق هذا الأمل ونرجو أن يكون قريبا حتى يمكن أن ينقذ الله سوريا وشعبها من هذه المحنة الكبيرة نعم أتحول أيضا بنفس السؤال إلى أستاذ جورج أستاذ جورج هل أيضا ستسير هذه التسوية السياسية إلى النجاح وسيكتب لها النجاح في قادم الوقت وفي محادثات جينيف باختصار أستاذ سيكتب لها النجاح طبعا إذا أخذنا بعي الاعتبار أن القوى الثلاث وإذا وافقت الولايات المتحدة لنقل القوى الربعية أي الولايات المتحدة روسية تركية إيران إذا توافقوا على المضيق كل من في التسوية نعم لأنني مع الأسف أقول بأن لا شأن للشعب السوري في هذه التسوية نرى أن هناك أمور تفرض عليه فرضا وبالتالي هناك ثغرة هي المعارضة أو المعارضات هذه المعارضة أو المعارضات في هذه اللحظة المصرية التاريخية من سوريا بدأت أن تواحد صفوفها نرى أنها تصفي بعضها بعضا لذلك كلمة نعم أو لا هي في حدن واشنطن موسكو أنكرا وإيران وبالتالي التفاصيل ستأخذ طريقة على أرض الوقع مع المصالح وطبعا اكتسام المصالح في سوريا نعم شكرا جزيلا أستاذ جورج وفي الختام أتقدم بشكر الجزيل لضيفي عبر الأقمار الاصطناعية من القاهرة كان معنا الدكتور عبدالله لشعل الدبلوماسي السابق وأستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية ومن بيروت الكاتب والمحلل السياسي جورج علم شكرا لكم بهذا مشاهدين ومستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من ملف الأسبوع الأسبوع القادم نلتقيكم في قراءة جديدة لملف آخر لكم منا أطيب المناء وإلى لقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر